دلوقتي تعالوا نقابل المهندس محمد كامل نائب رئيس شركة موج للصناعات المتطورة عشان نتعرف من خلاله على أحدث تصميمات للسيارات التجارية المتنقلة اللي بتقدم خدمات ومنتجات مباشرة للجمهور ظهورك معنا أحدث ثورة كل الشباب جاي عايز يعمل مطعم متنقل اتفرجنا عليها ولكن حضرتك أصريت تصور في المكان ده في المكان ده في مجموعة من أماكن متنقلة لبيع منتجات غذائية ومشروبات ومصر أن ده اللي جاي بالضبط عايزة الفهم المكان ده مصر عليه عشان ده اللي جاي اللي جاي وحدات صغيرة تقدر الشباب تستخدمها لغاية المطعم اللي اسمه بير وعايز يأكستند أو يتوسع في البزنس بتاعه أنه هو يبقى عنده وحدة سبتة وبتخدم وحدات تانية صغيرة زي بيتزا ستيشن موجود في كايرو فاستفل مثلا مثلا وعنده مطعم هناك مطعم كبير مش صغير وهيبقى جان بوحدات من دي موجودة في كل مكان حتى لو خارج المول يعني أخدها منك ينشرها في كل مكان ينشرها من كل مكان ويوزع من المطعم من مطبخ بتاع المطعم سواء بموتسكل أو يسخن الليبي يسخن ويبيع يودي قطعة البيتزا لليونتس المتحركة الصغيرة في أكتر من مكان جوه المول وبره المول نرجع تاني للسؤال المهم اللي بيجي في دماغ أي شاب عايزة يعمل مشروع زي دا التكلفة بتتراوح من كام لكام التكلفة بتبدأ من أول 25 ألف جنيه لغاية 100 ألف جنيه في العربات الصغيرة بكلم عن العربات الصغيرة دي شاملة إيه بقى؟ شاملة العربية والمعدات اللي فيها موادات طبعا خفيفة يبقى فيها بام مري بقى فيها حوض يبقى فيها جريل طاهي هو بيستخدم معدة أو اتنين لأنه إما بيعمل أو بيعمل فمعدة واحدة أو اتنين بتبقى موجودة في العربية البنوك الوطنية وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري تحمسك جداً للأفكار دي وعملت مبادرة وحضراتكم كنتم من الناس اللي وقعتوا على هذه المبادرة تماماً عملت دفعة لهذه المشروعات؟ جداً البنك الأهلي سهل على كل الناس إن هو عنده فكرة مشروع وإسم ومنتج عايز يبيعه إن هو ياخد قرد ويبتدي يفتح مشروعه ويبتدي يسدد القرد بعد تقريباً ثلاث شهور أو ست شهور يبتدي أول إصطع فترة سماح كمان فسهل الإجراء تماماً أنت تبتدي مشروعك كان العقخ اللي بيقى موجود إن أنا عندي فكرة وعندي منتج وعندي مكان وعايز أعمل البيزنس الخاص باقي بس هجيب فلوس منين